سبعت وكيد لخبركم نحكين عليه الأسبوع الماضي تصنيف جامعة سفيقس في الكلاسمن شانجاي من ضمن الألف أحسن جامعة في العالم معنا من سفيقس سيد عبدالواحد مقني عميد الجامعة سباح النور مرحبا بك على موجات اكسبريس افام سيد العميد سباح النور تحية طيب الكافة للمسابعين في اكسبريس افام شكرا نيك يومك الجميع انهارك مبروك شكرا لك والتفاعلك معنا اليوم السباح تصنيف جامعة سفيقس كيف تعتبروه نجاح حجباهية ممكن خير كنتو فرحانين ما كنش مقترعين كيف استقبلتو هالتصنيف هذي شكرا على سوالك والاستضافة هو البرنامجيات ولكن الخبر هذا نعتبره خبر روصد لأنه تصنيف جامعة تونسية في شانجاي بعد ما خرجنا اخذ احنا كنا في شانجاي جامعة اتفاقس وجامعة المنار اتفاقس داخل في 2019 المنار قاد حد 2021 ثم خرجت عدنا اليوم عادة جامعة اتفاقس ثانيتون ساعدت في تصنيف شانجاي مئات التصنيفات ولكن اشعرهم هو شانجاي اللي يبدأ في 2003 في جامعة شانجاي وفي مدينة شانجاي مدينة البروزية الصينية الزعيدة والتقام لهذا التصنيف حتى تقلب الخارطة الاكاديمية وستطبعات تحولك الاقتصادية المهم هي اول جامعة تونسية في هذا التصنيف في عتبة 901 كذلك على مستوى العلوم التقلية جامعة اتفاقس نالت مرتبة 150 عالمي للمستمعين اللي ما يعرفوش التصنيفات يقولك تسعمائة فرحمين بيهم طبعا اه قد هو تصنيف شانجاي يحسب الالف الاوائل اللي نعتبره جامعات كلاسي اه انه تونس تدخل فيه بامكانياتها الاقتصادية ووضحها الانتقالي والصعوبات يتمر بيها كاغلب البلدان هذي اللي عرفت تحولات بعد 2011 وما سمي بالربيع العربي اللي هو تسميها كونتستي فما شكوناها تسميها الخريف العربي اه نعتبروها معجزة معجزة لانه تشوفوا القارعة الافريقية شكون تخل في الف نادي الالف بخلقة افريقيا الجنوبية دولة جنوب فريقيا اللي هي تعتبر دولة اوروبية في افريقيا سابع جامعات مصر بجامعتين ونعرفو مصر قد جامعية فيها قديمة جدا حتى كلمة الجامعة اختروها لمسال اخترحها في سيد في 1906 وجامعة القهرة تكونوا في اول قرد صعات اهل العشرين وبعث غانا وتونس بجامعة واحدة يعني شوفوا دول اخرى كمال مغرب والجزائر وعديد الدول العريقة في افريقيا سينيجال جامعة دكار وغيرهم ما دخلوش شوكاي نعتبرو هذا كسب ونصر مبيل نحييو في كل اللي قاموا بهذا الكسب من اسابة وبحسين واداريين ومعاملة جنود الخساء وطالما لهما دي منقول اللي تيديون هو مركزية العمل الجامعي اللي تيديون معنى من بسونتراليتيت اللي تيديون كذلك مخابر البحث ومناخ البحث وتشجعات حتى تقناها من سلط الشراف بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة فهذا نعتبرو انا كسب كبير لانه دي منقولها نراوه التصنيف سونكاي وغيرهم التصنيفات ما هوش عادوري في اه يجري وتوديلوه لا هو عمل جماعي دقيق ثم مقييس هامة جدا ستة مقييس منهم قياس الجامعات التونسية ما تنجمش تدخل فيه هو الحصول على جوائز نوبل او الميدي فيلس في الفيزياء او الماتيماتيك معانا يشفي تونس جوائز نوبل دونك تعتمدوا فقط على باقي الخمسة مقييس اللي هي اشهرها واولها النشر ونشر المقالات بالانجليزية في مجلات ذات قيمة علمية ومردودية علمية كبرى يسميهم للي في الباكتين كما نيتشار وصاينس وغيرهم هذا مقييس من المقييس مقييس جانجاي دونك بانها الحمد لله دخول هذا طبعا يجب المحافظة عليه ويبقى الجامعات ايضا نحن عنا مسير مشترك وقت الفاقس تتقلق او المنار او كرتاج او جابسة او منوبة وسوسة او من السلح حنساتش الجامعة فهو اخبر يفرحنا جميعا ونعنا نفس المسير وان شاء الله دايما الى تمام التعليم العالي ومنظومة التعليم العمومي شاء الله هذا التصنيف يسمي سبعة وثلاثين الف جامعة اي اللي يدخل في نادي الالف يعني رأوا انجاز كبير خاطر الناس رأوا شنو معادلين معادلين مثلا علام ميدالية ذهبية متاع الجامودي بثمانية وستين تونسي راجل اقول هذي ميدالية ذهبية او انس جابر او اه الملولي او اخيرا حفناوي مهاش كيف كيف هذي كرياضة فردية يعطيهم الصحة عن جزائب تحت بليتون لكن شوفوا مثلا انتون شنو حظونا باش تكون في كورة الطائرة ولا في كورة السلاة بطل العالم ماتش بشكون اه نفس الشي احنا في جامعة بتاعنا حاليا كيف يوصلوا نادي تتعمية وربما ثمانية مائة معجزة لانو الاوائل يجب ان نسي قرأوا شنية الجامعة الاوائل اولا هارفارد جامعة امريكية مع اخر جامعة بريتانية واول جامعة فرنسوية تظهر اسنا ويعتبروه حدث وطني باريس تكريخ مستاش كان وطعلع الجامعة الاسرالية والسينية والهندية والتايلاندية وبعض الجامعات الخارجية على ايش الجامعة الخارجية معروف هو المناخ والاستثمارات وضخ المناخ الاموال واقامة الجامعات في قرى منفصلة في مدون منفصلة احنا جامعة نشوفوا ورعيتهم روما بين مقص التصريف هي سعادة الطالب هي الحياة اليومية للمدرس والمدرس هذا كل ما زلنا احنا في دونس البنية التحتية بتاع الجامعة ومتاع البلاد كلها حتى تتحمل هذا ما زلنا يزلنا نزخوا عديد الاموال في الجامعة الامومية مناخ البحث المتحسن ظروف الاساذة والبحثين المعنوية ايضا لابد ان تتحسن اكثر فاكثر كل هذا ما يمشي يخلي اليوم جامعة تونسية او مصرية او جزائرية تكون لا في نادي الميتين وفي نادي الترنت المية أو이지 فالهربعة مية اه بعد الجامعات الخالجية دخلت فالمية وخمسين لانه اغلبهم ينتد بوا كفاءات نحترمو هذا طبعا ما شوكته المطهولة السعودية في القرص قدم ينتد بوا كفاءات اجنبية من من المتو disputes الجامعة السعودية في جامعة قطر وجامعة الامارات المتحدة فالمقارنات يجب أن تكون بتنسيب الأمور سعب الواحد مقرين ذكر مستمين عميد جماعة السوقس فقدش نختم معاك خدقادونا دقيقتين أنت دخلت لمحالة في الإجابة نوعا مع السؤال اللي كنتش نختم به اللي هو شنوه لازم نعمله بشا نحصل تكلمت بنية تحتية تكلمت الظروف معنة العمل بالنسبة لسادة الاخري اليوم فما موضوع البحث العلمي زادة كيفاش تحويل ذاك البحث العلمي كيفاش الجامعة تكون أقرب للنسيج الاقتصادي في بلادها والمؤسسة والجامعة اليوم البحث العلمي بش يتحول المشاريع على الاستخدام يعطي معنة قيمة مضافة يزيد في القيمة في المؤسسات في الشركات وفي المجتمع معنة ككل كيفاش تكربت ذاك يسير بين الجامعة والمؤسسة سمحني قاتل ندقيقة ونص سؤالك ممتاز برافو عليك أنت زادة غوموريتان دوناتاش سهل تعليق أمر الجامعة إذا كان مش تكون منبتة وفقط تعطي الدروس والنظريات فهي آئلة إلى الذوبات الجامعة يجب أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي لخلق الذكاء وخلق الصروة هذا لما نسمنه كيفاش يكون هذا؟ أولا كما قلت سيادة حكمة البحث العلمي ويكون نجاع ويقدم على استراتيجيات منها مثلا اليوم الطاقة المتجددة منها الماء منها البيئة الصديقة منها الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق الأخضر هذا الكل إذا من الجامعة تحطه نصب عينها دون تطع الأهمال العقيدة والإنسانيات وغيرهم من منظومة القيام يجب أن يكون موجودين لن يكون البحث العلمي دائما في التجاه إيجابي أمام الإنسانية ويخدم الوطن ويخدم الأمة النقطة الأخرى هي المحيط الاقتصادي والاجتماعي إذا كان الجامعة ما تكونش مندمجة فيه وعند علاقة بالصناعيين وبالمستثمرين وتشاجع البحثين الشبهة للسرطفاء وترسل جوائز للمتألقين ولي جيبوا اختراعات تنفع البشر وتخلق التنمية وتخلق التسروة فهي أيضا جامعة عقيمة فسيادة عودتني عن إجابة اليوم إحنا يزلنا جامعة ذكية جامعة مندمجة طالها اجتماعيا دايور جامعة سراكس لجوء جديد الباحث دي لانجاجمون توسيال ولانجاجمون في الانفيرونمون معلومة البيئة إذا ما الجامعة تكون صديقة البيئة وتكون جامعة مواطنية وجامعة مجدامعية وإلا فإن دورها يكون في تراجع وأحنا دائما نسدد لأن الجامعة العمومية هي معناها نبراس لنا والكلنا تربينا عليها ورضعنا حليبها ولذلك لهدين علينا تعليم العمومي بصفة العام ما هو حليب الزمورية وهذاك علاش أنا باسمي كرئيس جامعة السفاقس على صفحة المقني دائما أنتصر إلى التعليم العمومي والجامعة العمومية ونقول لنا في وطننا ما نعمل وإن شاء الله نظره بش نحن يأتيك الصحة شكرا لك تحية لك ولكل العاملين في الجامعة جامعة السفاقس وفي التعليم العالي في بلادنا بصفة عاما بالتوفيق لناس كل وبالتوفيق بالعودة الجامعية شكرا لك عبد الوهد مقني العميد جامعة السفاقس مبروك مرة أخرى التصنيف في شانجاي كلاس من شانجاي فاصل معد أخبار السبع ونص وراجعين مع أستاذ الاقتصاد سيدا قوية